أهلا بكم سنة ستة اتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح إن شاء الله مع بعض الدرس الثاني نشاط رقم 4 ونشاط رقم 5 ما تأثير الجاذبية والطاقة الشمسية في عمليات دورة الماء الفصل دراسي الثاني على قناة العلم والمعرفة نشاط رقم 4 ما تأثير الجاذبية والطاقة الشمسية في عمليات دورة الماء إيه اللي بيحصل خلال دورة الماء؟ أقول لك الماء بتختزن في أماكن اسمها التجمعات المائية طيب ومن ضمن التجمعات المائية دي سبع حاجات أول تجمع مائي اللي هو البحار والمحطاط رقم 2 البحيرات رقم 3 الأنهار رقم 4 مسام الصخور رقم 5 الأنهار الجالدية رقم 6 الغلاف الجوي رقم 7 الكائنات الحية دي اسمها إيه؟ أقول لك التجمعات المائية يبقى دي اسمها إيه حبيبي؟ التجمعات إيه؟ المائية طيب إيه هو التجمع المائي؟ إحنا عايزين نعرف تعريفه إيه؟ أقول لك مكان لتخزين المياه على الأرض يبقى تجمع المائي ده إيه هو؟ أقول لك مكان لتخزين المياه على الأرض زي مين؟ زي البحيرات ده مكان لتخزين المياه على الأرض زي البحار والمحطات مكان لتغزين المياه على الأرض طيب ايه هو دورة الماء اقول لك دورة الماء هي حركة المياه بين التجمعات المائية المختلفة تاني ايه هي دورة الماء اقول لك هي حركة المياه بين التجمعات المائية المختلفة والغلاف الجوي يبقى إذن دي دورة بين مين؟ بين التجمعات المائية ومين؟ والغلاف الجوي أي تجمع ماء زي البحار والمحطات بيطلع البخار إلى أعلى ثم بعد ذلك يسقط على هيئة أمطار يبقى إذن ده اسمه إيه؟ اسمها دورة الماء تعالوا حبيبي مع بعض نعرف دور الكوة والطاقة في دورة الماء أولا لازم أعرف أن المياه تنتقل بين التجمعات المائية عن طريق عمليات رئيسية يبقى إذن مثلا المياه بتنتقل من البحار والمحطات إلى البحيرات مثلا أو إلى الأنهار طيب عن طريق عمليات رئيسية زي مين؟ أقولك زي التبخر والتكسف والهطول والجريان السطحي والتجميع يبقى إذن تنتقل المياه بين التجمعات المائية عن طريق عمليات رئيسية اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي التبخر والتكسف والهطول والجريان السطحي والتجميع طيب القوة والطاقة دولة يعتبروا أساس كل العمليات اللي احنا قلناها دلوقتي يعني القوة الطاقة دي أساس التبخر القوة الطاقة أساس التكسف والهطول والجريان السطحي والتجميع وتعتبر الطاقة الحرارية وقوة الجاذبية دولة العاملين الأساسيين لمين؟ لدورة الماء بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحرارة هي اللي بتعمل إيه؟ هي اللي بتبخر المياه وهي برضو اللي بتكسف المياه وهي اللي بتعمل الهطول كمان قوة الجاذبية هي اللي بتعمل على الجريان السطحي وهي اللي بتعمل على إيه؟ على التجميع والهطول يبقى إذن العاملين الأساسيين لدورة الماء هما أقول لك الطاقة الحرارية وقوة الجاذبية بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد دور الطاقة في دورة الماء أقول لك الماء بيفقد طاقة أو يكتسب الطاقة وعندما يفقد الماء أو يكتسب الطاقة إيه اللي بيحصل له؟ أقول لك تتغير حالته من الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية تعال نشوف إيه اللي بيحصل للمية عند اكتسابها للطاقة لما المية تكتسب طاقة إيه اللي بيحصل لها؟ لازم أعرف يا حباب قلبي إن الشمس تعتبر من أهم العوامل المؤسرة في دورة الماء وإن الإشعاع الشمسي بيوفر الطاقة لعمليات الإنصهار أو التبخر يعني الشمس هي اللي بتعمل على إنصهار الجليد وتحوله إلى ماء سائل طب إمتى ينصهر الجليد؟ أقول لك عندما يكتسب الجليد طاقة وده اسمه إيه؟ اسمه الإنصهار وكمان عندما يكتسب الماء السائل الماء اللي إحنا بنشربها أول ما تكتسب طاقة إيه اللي بتطاقة حرية؟ تتحول إلى بخار ماء يبقى أنا كده عرفت إن الماء عند اكتسابه للطاقة إيه اللي بيحصل له؟ أقول لك ينصهر أو يتبخر طيب تعالوا نشوف عند فقد الماء للطاقة لما الماء تفقد طاقتها تبرد إيه اللي بيحصل لها؟ أقول لك لما الماء يبرد يبقى في الحالة دي بيفقد طاقة يبقى الماء لما تبرد إيه اللي بيحصل لها؟ بتفقد إيه؟ طاقة عشان كده بيحصل للماء حاجتين الأولى إن بخار الماء إيه اللي بيحصل له؟ بيتكسف ويتحول إلى ماء سائل ده عند إيه؟ عند فقد الطاقة لما بخار الماء بيفقد الطاقة بتاعته بيتحول من بخار الماء إلى ماء سائل طيب وعند فقد الماء نفسه الماء نفسها لما تفقد طاقة إيه اللي بيحصل لها؟ أقول لك بيتجمد وبيكون لي إيه؟ الجليد يبقى كده أنا درست حاجتين اللي هو إيه؟ اكتساب الماء للطاقة وكمان فقد الماء للطاقة دور القوة في دورة الماء في قوتين أساسيتين بيعملوا على تحريك الماء أو تغير طريقه خلال دورة الماء اللي هما مين؟ أقول لك قوة الرياح وقوة الجاذبية والرياح دي بتعمل على تحرك الهواء والسحب من مكان لآخر وبتعمل طبعا في الاتجاه الأفقي لسطح الأرض أما قوة الجاذبية أقول لك بتعمل على سحب مياه الأمطار إلى أسفل فدي بتعمل في الاتجاه الرأسي لسطح الأرض يبقى أنا كده عرفت أن في قوتين أساسيتين ماشي؟ دولة ليهم دور كبير في دورة الماء اللي هي قوة الرياح وقوة الجاذبية تعالوا ندرس بالتفصيل دور الرياح كقوة في دورة الماء الرياح هي حركة الهواء والرياح دي بتتحرك نتيجة إيه؟ إن في مناطق حرة ومناطق باردة فبالتالي الرياح بتعمل إيه؟ أقول لك الرياح بتتحرك والرياح دي قوة مهمة جدا في تحريك دورة الماء طيب إزاي؟ أقول لك بتتحرك أو بتحرك بخار الماء الرياح بتحرك بخار الماء عبر الغلاف الجوي وكمان الرياح بتدفع السحب من مكان لمكان آخر والرياح بتحرك الماء وطيارات المحيط لازم أخلي بالي النقطة دي إن الرياح تعمل في الاتجاه الأفقي لسطح الأرض زي ما احنا قلنا قوة الجاذبية ودورها في دورة الماء بتؤثر الجاذبية في حركة المياه لأسفل يبقى الجاذبية بتعمل إيه؟ بتؤثر في حركة الماء فين؟ لأسفل يعني في الاتجاه الرأسي لسطح الأرض طيب بتعمل إيه قوة الجاذبية؟ أقول لك بتعمل ثلاث حاجات واحد عودة اتنين تدفق ثلاثة تسرب نحفظه مع بعض عودة تدفق تسرب طيب يعني إيه عودة؟ أقول لك عودة قطرات الماء اللي موجودة في السحب إلى سطح الأرض عن طريق مين؟ عن طريق الأمطار وده طبعا بيتسبب في جريان الماء السائل إلى أسفل في الأنهار ومنها إلى البحار وإلى إيه؟ وإلى المحطار يبقى إذن عودة أقول لك يعني إيه عودة؟ أقول لك عودة قطرات الماء اللي موجودة في السحب إلى سطح الأرض على هيئة مين؟ على هيئة الأمطار طيب بالنسبة للتدفق أقول لك تتدفق المياه المتجمدة في الأنهار الجليدية من مناطق مرتفعة إلى مناطق منخفضة وده بيتسبب في انصهار المياه المتجمدة وصريانها عبر الأرض أو في المسطحات المائية طيب بالنسبة للتسرب أقول لك تسرب المياه إلى الأرض أو تحت سطح الأرض يبقى المياه ممكن يتسرب إلى إيه؟ إلى سطح إيه؟ سطح الأرض أو تحت سطح الأرض طيب وده تعتبر اسمها إيه؟ اسمها المياه الجوفية تاني يبقى إيه هو التسرب؟ أقول لك تسرب الماء إلى الأرض أو تحت سطح الأرض إلى المياه إيه؟ الجوفية وده بيتسبب في وجود إيه؟ المياه الجوفية تحت سطح الأرض نشاط رقم خمسة الطاقة والماء طبعا إحنا عرفنا أن اكتساب أو فقد الطاقة ده بيؤثر في حالات الماء وكمان تتغير حركة جزيئات الماء لما الماء يكتسب أو يفقد إيه؟ الطاقة تعالوا نشوف انتقال الطاقة لما الهواء الجوي بيتحرك من مكان إلى مكان آخر ممكن الهواء الجوي يكتسب أو يفقد طاقة تعالوا نشوف مثال لما الهواء الجوي يمر بمسطح مائي زي البحر مثلا ممكن الهواء يفقد الطاقة وينقل الطاقة للماء أو يكتسب الطاقة من الماء نفسه يعني المية ممكن تبرد الهواء أو الهواء ممكن يسخن المية طيب تعالوا نشوف عند اكتساب جزيئات الماء طاقة حرارية ايه اللي بيحصل له جزيئات الماء عند اكتسابها طاقة حرارية أقول لك تتباعد جزيئات الماء والكلام ده احنا درسناه الترمي اللي فيه وتحدث عمليات زي عملية الإنصهار أو التبخر أو عملية جديدة علينا اسمها عملية النتح طيب لما تفقد جزيئات الماء طاقة حرارية إيه اللي بيحصل للجزيئات نفسها؟ أقولك تتقارب جزيئات الماء يبقى عند اكتساب جزيئات الماء طاقة حرارية إيه اللي بيحصل لجزيئات الماء؟ أقولك إيه تتباعد طيب عند فقد جزيئات الماء طاقة حرارية إيه اللي بيحصل للجزيئات؟ أقولك تتقارب جزيئات الماء وتحدث عملية التجمد او التكسف طيب تعالوا نشوف عملية النتح ايه هي عملية النتح طبعا في البداية احنا عارفين ان مياه البحار والمحطات والانهار بيحصل لها ايه بيحصل لها حاجة اسمها ايه تبخر وكمان اوراق النبات نفسها مش فيها مية هتقول لي طبعا فيها مية المية اللي موجودة في الورقة بتاعت النبات دي بتعمل ايه بتتبخر والتبخر ده بنسميه النتح يبقى ايه هو النتح اقول لك هو عملية تقوم بها الاوراق بتاعت النبات ليه للتخلص من المية الزايدة في صورة بخار ماء عن طريق مين عن طريق الصور يبقى نقول تاني ايه هو عملية النتح اقول لك عملية تقوم بها اوراق النبات ليه اقول لك للتخلص من الماء الزايد في صورة بخار عن طريق مين اقول لك عن طريق الصور طيب بخار الماء اللي موجود في الهواء ده 10% منه بينتج من نتح النباتات بخار الماء اللي موجود في الهواء الجوي 10% من بخار الماء اللي موجود في الهواء الجوي بينتج منين من نتح النباتات وممكن نلاحظ النتح وانت بترائب نبات معرض للشمس بس بشرط انك انت تلفه بكيس من البلاستيك وهتلاحظ أن كل ما تزداد درجة حرارة الجو أو حرارة الأوراق يعني إيه اللي بيحصل؟ بتزداد سرعة تبخر الماء من الأوراق وبالتالي تزداد معدلات النبات طيب ممكن ييجي سؤالي وقولك بما تفسر أذكر السبب لماذا؟ ليه؟ الندح ده يعتبر من أنواع التبخر إيه السبب؟ أقولك لأن أوراق النبات بتعمل إيه؟ بتتخلص من الماء الزائد في صورة بخار إيه ماء زي بالظبط وإنت بتعرق جسمك بيتخلص من الماء الزائد عن طريق إيه؟ العرق طبعا النبات نفس الكلام بيعمل عملية الندح إزاي؟ أقولك أوراق النبات بتتخلص من الماء الزائد في صورة بخار إيه ماء رقم اتنين التكسف بيحدث التكسف عندما يفقد بخار الماء الطاقة ولما يفقد الطاقة بخار الماء بيعمل إيه؟ بيبرد طيب إيه اللي بيحصل لبخار الماء؟ أقولك الجسيمات بتاعت بخار الماء بتعمل إيه؟ تتقارب وتتحول إلى سائل يبقى بخار الماء لما بيفقد الطاقة بيتحول إلى إيه؟ إلى ماء سائل والسحب اللي احنا شايفينها دي تعتبر من أمثلة التكسف في الطبيعة طيب إزاي بتتكون السحب؟ أقولك الهواء رقم واحد يبرد يبقى أول حاجة الهواء بيعمل إيه؟ بيبرد وتنخفض درجة الحرارة بتاعت الهواء والهواء ده بيكون مشبع ببخار الماء وبالتالي بخار الماء بيعمل إيه؟ لما بيبرد بيتكسف ويتحول إلى قطرات ماء وتتجمع قطرات الماء دي الصغيرة وتظهر على هيئة إيه؟ على هيئة سحب تعالوا ندرس حبيبي ظاهرة الهطول وأنا عندي نوعين من الهطول هطول المطر وهطول السلج طيب إيه هو هطول المطر؟ أقولك بيحدث هطول المطر عندما تصبح قطرات الماء المكونة للسحب أسقل يبقى إيه؟ تقيلة فبالتالي السحب مش قادرة تعمل إيه؟ مش قادرة تحملها مش قادرة تشيلها فتسقط بفعل الجاذبية الأرضية ده بالنسبة لهطول المطر طيب هطول السلج بيحدث عندما تكون درجة حرارة الهواء في السحب منخفضة بما يكفي ليه؟ لتحويل قطرات الماء إلى بلورات جليد يعني درجة حرارة الهواء أعمالها منخفضة جدا عشان كده هوت قطرات الماء تحولت من ناء سائل إلى إيه؟ إلى جليد صلب فتسقط بفعل إيه؟ الجاذبية وبكده أنا دراست ظاهرة الهطول وأنا عندي نعلم الهطول هطول المطر وهطول إيه؟ السلك بكده يا حبيب ألبي ننتهي من شرح الدرس الثاني نشاط رقم أربعة وخمسة ما تأثير الجاذبية والطاقة الشمسية في عمليات دورة الماء الفصل الدراسي الثاني بتمنى عمل ساوسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكسركم كل جديد وأيضا لك